السعودية تنكر تماما وجود مجسم للكعبة المشرفة في أول رد رسمي من المملكة العربية السعودية كشفت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية أن الصور المتدولة على موقع تواصل الاجتماعي هي مقاطع مقتزئة من فيديو يظهر حفلا يحتوي على أربع شاشات عرض تفعولية متصلة بالصقف وأن هذا العرض التفعولي يعود لافتتاح نزال ملاكمة بالرياض في أكتوبر عام 2023 في ملعب المملكة أرينا بينما عرض أزياء الإصاب ألف وواحد في ألفين أربعة وعشرين كان عبارة عن مرايها الزجاجية شفافة لا علاقة لها بالكعبة وكانت سادة حالة من الجدل والاستياء الواسع خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي ذلك بعد تدول مجموعة من الصور على السوشال ميديا تشبه مجسم الكعبة الشريفة وفي حولها استعراض فني وذلك ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث هاجم النشطاء القائمين على هذا العام واعتبروه تدنيس للمقدسات الإسلامية وبيت الله الحرام كما أضافت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية في بيان الرسمي نشرته على صفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا صحة لما يشاء عربيا عن أصنام ومجسم للكعبة في عرض أزياء في موسم الرياض مضيفة بالطبع لا يوجد مجسمات للكعبة في المملكة لكنها صورة لمرأة متصلة بالصقف وتمت معالجتها رقميا بإضافة أصنام عليها